على وقع ارتفاع سعر صرف الدولار بشكل سريع وصدور التعاميم اليومية من مصر في لبنان عقدات جلسة مجلس الوزراء يوم الجمعة في بعبده قال فيها رئيس الجمهورية أنه لا يمكن تحميل الحكومة الحالية أخطاء الثلاثين عاما وأكمل رئيس الحكومة قائلا أن رياض سليمية تحمل وسؤلية الضغط الذي تتعرض له الليرة اللبنانية في موقف غير مسبوق في علاقة السلطة السياسية بحكمية المصرف المركزي منذ استقلال لبنان بعد مداخلة رئيس الحكومة توالت التعليقات فكان التعليق الأبرز لوزير المال غازي وزني الذي قال للوزراء أنه ليس محام الدفاع عن رياض سليمية لكن هناك ثلاثة أمور يجب الانتباه لها أولا على أي أساس قانوني ستكون إقالة رياض سليمية ثانيا من هو البديل عنها وهل هناك تواثق على أسماء نواب الحاكم ولجنة الرقابة على المصارف ومفوض الحكومة لدى مصر في لبنان إذ لا يجوز الإقدام على خطوة في الفراغ ثالثا تحدث وزني عن تداعيات كبيرة للاستقال قائلا إذا كان سعر الدولار اليوم أربعة تلاف ليرة ماذا إذا لمسا عتبت العشرة تلاف ليرة أو الخمستاشر ألف ليرة عندها لم تطير الليرة ورياض سليمي والمصارف بل ستطير الحكومة والبلد أيضا هل نرمي البلد في المحظور والفراغ؟ ونصح وزني بتحديد كل المسؤوليات والاتفاق على التعيينات وخطة مالية نقدية وترك شركة التدقيق تخوم بمهامها من أجل تحديد المسؤوليات مع أكبر درجة من التنسيق بين المصر في المركزي والحكومة بكل مستوياتها ومسؤوليتها انتهى النقاش هنا وخرج الرئيس الدياب لتلاوة بيانه المكتوب فيما اتجهت الأنظار إلى عينتيني وإلى موقفها من هذا الاشتباك الصحفي غسان جواد يشرح الموقف متحدثا عن تنسيق سياسي لم يطرح موضوع إقالة حاكم مصر في لبنان على التصويت ورفضته حركة أمل الوزراء المحسوبين على حركة أمل طالبوا بمزيد من التنسيق السياسي لهذه الخطوة وعندما رأى الرئيس عون والرئيس الدياب بأنه يحتاج الأمر إلى مزيد من الاتصالات السياسية أعلن رئيس عون بأنه سيترك الأمر لمزيد من المشاورات السياسية والرئيس الدياب بعد الجلسة تحدث مع الرئيس عون حول أهمية مناقشة الرئيس بري في هذا الملف ومحاولة إيجاد إجماع واسع حول تجديد لحاكمية مصر في لبنان بوجوه جديدة يعني إن كان الحاكم أو نواب الحاكم وبالحقيقة موقف حركة أمل متميز داخل الحكومة ولكنه لا يزال أحد أبرز الأساسات التي تبقي هذه الحكومة لأنه الرئيس بري بزل جهود كبيرة بتشكيل الحكومة بزل جهود كبيرة بإعطاء الثقة بزل جهود كبيرة بمنع النقاش السياسي معها في الجلسة الأخيرة طبعا هناك اختلافات ولكن يجري تنظيم هذه الاختلافات لمصلحة التركيب الحكومي القائم كثيرة هي الحسابات السياسية المرافقة لهذه الأزمة إلا أن الثابتة أنه إذا خفت صوتها في الأيام المقبلة إلا أن صوت أنين اللبنانيين في الأسواق سيعلوا مع ارتفاع الأسعار وتأثير المعارك السياسية على ارتفاع سعر الدولار في الأسواق ترجمة نانسي قنقر